اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود بالجوزاء في منزلة الهنعة وهي المحبة والخير والقبول ورح يستمر في هاي المنزلة حتى ساعة الصباح وبعدها رح ينتقل لمنزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء اما بالنسبة لتأثير القمر على كافة الابراج لما بيكون موجود بالجوزاء في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة وقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها ووسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم اغلبها ايجابية فاول زاوية رح تكون معنا هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 12 و32 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة فعشان هيك بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وانبتن وهاي رح تكون في تمام الساعة 5 و16 دقيقة صباحا بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر والشمس ورح تكون هاي في تمام الساعة 38 و32 دقيقة صباحا بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي اخر زاوية رح تكون زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر والمريخ ورح تكون في تمام الساعة 11 و19 دقيقة ظهرا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يستمر من تمام الساعة 11 و19 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش وحتى تمام الساعة 11 و35 دقيقة مساء اي عند منتصف الليل بتوقيت جرينيتش وهذا بعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا وبعد ما ينتهي خلو المسار القمر بصير استقر في السرطان وبلش يشكل اول زوايا لا الو طبعا بما ان القمر رح يكون موجود في السرطان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 16-8 رح يكون في تمام الساعة 11 و58 دقيقة منتصف الليل ورح يستمر حتى اليوم التالي يعني يوم 17-8 تمام الساعة 35 و38 دقيقة صباحا وبينتقل بعديها من السرطان للأسد اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الهلال 25 يوم فيه تمام الساعة 11 مساء بيصبح 26 يوم نسبة الاضاءة 25% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22-8 المزاج سعيد القمر في الجوزاء ورح ينتقل للأسد ورح يستمر فيه لغاية يوم 17-8 طبعا هو سعيد ضعيف بوجوده بالجوزاء ولكن بيزداد سعودة كل ما تقدم الوقت حتى ساعة المساء اما بالنسبة لعطارد عطارد في الأسد حتى يوم 28 المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم 6-9 المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9-9 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه منتحس أورانوس اللي بيستعد لعملية التراجع بعد أيام طبعا هو في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع في الثور نفسه مزاجه ممتزج نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر موجود في الجوزاء معناة الفترة هاي بتتركز على الحركة بتتركز على التنقلات على الاتصالات شوي بيكون عندك نوع من أنواع الاهتمامات الجيدة خلال هذا اليوم ممكن شوي نفسيتك تكون أحسن ألطف صحيح أن المريخ بيعمل زاوية حادة جدا ولكن هي بتأثر شوي على الحساسية ردات الفعل بتكون حساسة شوي ممكن تستاء من أي تصرف أو تعبر عن آراءك بكل صراحة وهي الصراحة ممكن هتأذي بعض الأشخاص أو تخلي بعض الأشخاص يستاءوا في منك رح يصدر قرارات صارمة بالفترة هاي أو يتخذ إجراءات تكون حادة فحاولوا قدر الإمكان تبتعدوا عن العصبية واتخاذ القرارات بدون مراجعتها على أساس أنه ما تنحسب عليكم قطوة سلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فتقريبا بنقدر نحكي أن الأجواء ممكن تحدث بعض المفاجآت عن مستوى المالي اليوم أو اهتمامات ببعض المسائل المالية ممكن مصريف ممكن مكاسب تيجي من عمل إضافي ممكن مستردات مالية ممكن أشياء تيجي بشكل مفاجئ أو أخبار عن وضع مالي معين تيجيك بشكل مفاجئ فبتحدث نوع من أنواع الإرباك أو بتشغل فكرك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر موجود فيه فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات تطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسئوليات على أنواعها أهم إش أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض إن ممكن تكثر عندك اليوم الزيارات أو التنقلات أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الزهرة موجودة بتعزز بعض النقاط لإلها علاقة بالبيت أو قرارات إلها علاقة بالمنزل ممكن يظهر بعض الأشياء لإلها علاقة بجمعة أو لقاء أو حوار أو نقاش عائلي على مسألة معينة أو الاتفاق على خطوة رح تتخذها خلال الأيام القادمة أهم شي إنك أنت تبتعد عن المشاكل ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية أو تصليحات لمسألة معينة بتطلب منك الاهتمام أكثر أو ممكن تكون مصاريفك ده جاي على مستوى إشي بتعلق في البيت أو العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية تقريبا جيدة مع تواجد الشمس وأنه بلش بحركة سعيدة أو مزاجه صار سعيد فعشان هيك بتهتم بالأمور العاطفية عاطفتك جياشة بالفترة هاي عندك رغبة لإجراء بعض الأمور العاطفية أو تواصل مع الأحبة أو إنهاء خلاف سابق ممكن يعني يكون لك تواصل جيد مع أحد الأبناء أو مع أحد الوالدين أو تفكر في عملية خروج في نزهة أو تغيير جو أو هيك يعني نزوة أو ممارسة هواية معينة أما بالنسبة للبيت السادس فهنا منقول لك بدك تدير بالك على بعض الأعمال اللي ممكن تظهر وتكون مربكة عندك خلال هذا اليوم شوي ممكن تزعجك بعض الأمور اللي بتتعلق بالعمل أو تربكك أو اللي تخليك تهتم فيها زيادة أهم شي إنك ما تهم الأعمالك حاول إنك تنجزها بشكل جيد ركز عليها بشكل جيد ما تخليها تتراكم وما تأجلها لليوم الثاني وما تهم العمل أنت قائم عليه برضو بدك تهتم بوضعك الصحي فممكن اليوم يعني يكون فيه مراجعة لطبيب أو مستشفى أو أمور إلا علاقة لجراءات علاجية وقائية أو صرف بعض الأدوية أو بعض الاهتمامات العلاجية تكون عندك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع فما زال جو شوي بيعمل نوع من أنواع التحسس طبعا بسبب بيتك الأول يعني ممكن تتحسس أثناء تعاملك مع الشريك أو يهمك مسألة إلها علاقة بالشريك ممكن الأجواء يعني تخليك تتحرك لمصالحة أو لطلطيف الأجواء أو لاتفاق معين أهم إشي أنك تحاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية تتجاوز الخلافات ممكن الفترة هاي تخليك تتراجع عن قرار سابق أو تتخذ خطوة يعني تكون فيها نوع من أنواع الإيجابية كمبرر أو كاتخاذ قرار مستقبلي على أساس أنه أنت تشيل من رقبتك كل الأشياء اللي بتتعلق بالطرف الثاني قبل ما تتخذ القرار على أساس أنه لو اتخذته يعني تكون حسمت الأمر أما بالنسبة للأمور القضائية أو الاهتمام بمساء القضائية فطبعا بما أنه اليوم الجمعة في الوطن العربي ممكن ما بيداوموا كلهم ولكن في دول أوروبا هم اللي رح يهتموا بمساء القضائية أو قانونية أو أمور إلها علاقة بمراجعات لمحاكم أو أقسام شرطة أما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الأجواء برضو تضغط على مسألة إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن هاي الأموال جاي من اتجاه الزوج أو الزوجة ممكن مساءلة أو محاسبة على مسألة معينة وممكن أنه لينعرض عليك مشروع أو أنت بتفكر في مشروع معين أو شغلة إلها علاقة بقرض أو مساعدة معينة الأهم أنك ما تبذر أموالك بشكل كبير حاول أنه حتى العقود هاي تركز فيها بشكل جيد ما توقع عليها بالفترة هاي لأنه شوي فيك طبع متسرع باتخاذ القرارات لازم تراجع حالك أكثر من مرة وتدرس العقود بشكل جيد حتى بمطالباتك المالية حاول أنك تختار الوقت المناسب أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني ممكن تدعمك على بعض الأمور اللي إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد كاتصالات أو حوارات أو مراسلات مثلا أمور إلها علاقة بالتعليم أو حث أبنائك على التعليم أو دراسة معينة فيمنك رح يخصص وقت معين لبحث عن مسألة معينة أو الاهتمام بمسألة معينة قد تكون علمية أو سياسية أو فلسفية أو قانونية قضائية فيمنك رح يهتم بشؤون دولة أخرى أو أمور إلها علاقة بالسفر أو سفر أشخاص لدولة أخرى أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة ما زال ضاغط بسبب اقتران الكواكب وبرضو زاوية التربيع مع المريخ فعشان هيك منقولكو ديروا بالكو من أشياء بتمس السمعة فهنا منقولكو ما تجازفوا ما تخالفوا القوانين ما تدخلوا بأعمال مشبوهة ما تشوهوا سمعتكم حاولوا تركزوا بشكل جيد إشحنوا حالكو بطاقة إيجابية قدر الإمكان خلوا تعاملكو مع زملائكو رؤسائكو بالعمل جيدة على أساس أن الأمور ما تحتد وما تكبر يعني بمعنى آخر بدها تركيز عشان ما يصير أي شيء بمس سمعتك الفترة هاي حساسة شوي على مستوى العمل وممكن يطلع لك بعض المشاكل اللي إلها علاقة بالعمل أو بمكان العمل وبرضه تنساش سمعتك تركز عليها أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريباً نقدر نحكي إنها إيجابية تدعمك على مستوى الأصدقاء فممكن تنشط إما بزيارة أو لقاء أو تحاور أو اتصالات مع بعض الأصدقاء وفي منكو رح ينجح بزيارة أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تبادل لقاء ما بينك وبين أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فبنقول لك هنا شوي لأنه نبتم بتراجع فبدك تنتبه على مسائل إلها علاقة بالعمل زي ما حضرنا عليها وبرضه أمور إلها علاقة بالصحة ممكن تشعر ببعض التعب أو الإرهاق أو أمور يعني عابرة بتكون صحياً أهم إش إنك تراقب طعامك بشكل جيد حاول إنك تأخذ قسك كافي من الراحة خلال هذا اليوم حاول تخرج من الإطار اللي هو الروتيني لتغيير الجو مكاسب الأمور اللي إلها علاقة بالنشاط اللي عندك عشان تشحن حالك بطاقة إيجابية عالية الفترة هاي برضو بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج الثور طبعاً بالنسبة للقمر الآن موجود في البيت الثاني لإلكم فعشان هيك الفترة هاي بتتركز على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالجانب المالي أكثر أو بالمصاريف أو الاهتمام بالدفعات بشكل كبير أهم إشي إنه الفترة هاي تحاولوا إنه تشحنوا حالكوا بطاقة إيجابية الأجواء بلشت تتحسن بشكل أحسن في عندك بعض الاهتمامات الخاصة ممكن اهتمام أو يطمئن بالك من مسألة معينة أو ترتاح من مسألة معينة الأجواء تقريباً نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابيات اللي ممكن تحسن من مزاجك أو تدخل تعديل على مزاجك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعاً اليوم تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستحقاقات مالية اتجنب النزوات والتسوق حاذر من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات ممكن تنشغل بمسائل مالية متنوعة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء اليوم شوي مزاجك حد يعني رغم الإيجابية من الزهرة فممكن يتقلب مزاجك أو تشعر ببعض الاكتئاب أو الضغط في بعض المسائل أو تتخذ بعض القرارات المتسرعة أو يزعجك أمر معين أو اتصال معين فتحتد وتعصب حاول قدر الإمكان أنك لا تتهرب من المواجهات حاول أنك تعالج الأمور بمنطقية وعقلانية أكثر إذا كان عندك دراسة فرغ عقلك بشكل جيد لأمور الدراسة واهتم فيها بشكل كبير في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات ولكن برضو بدك تهتم بشؤون الهلاقة يعني بالحذر أثناء تنقلاتك بالسيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فمنقول لك الأجواء جيدة على مستوى البيت شيئا ما ممكن تظهر بعض الأمور أو الرتوش بعض الأفكار يعني ممكن خلاف معين ممكن نقاش معين ممكن سوء تفاهم ممكن تدخل في مسألة فتلاقي رد جارح شوي ممكن يصير فيه نوع من أنواع ظهور بعض المشاكل أو الحدية بالطباع أو المزاج أو أعطاء المنزلية مثلا شوي تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا ما زالت متوترة شوي يعني الأجواء العاطفية مش زي ما بدك كمان يومين بتصير الأجواء أحسن يعني بتصير لصالحك أكثر أو ابتداء من بكرة المساء أو يعني اليوم تحديدا بعد انتهاء خلو المسار بتلاقي الأمور أحسن بتجمعك مع الحبيب أو بتعمل نوع من أنواع التلاقي طبعا هذا الأسبوع ضاغط شوي على مسائل البيت ولكن رح يكون الاهتمام العاطفي أكبر ابتداء من يعني مش لسبوع هذا لسبوع القادم بيكون الوضع أحسن وخصوصا مع انتقال الشمس وعطارد لبرج العذراء فهو بيتك الخامس اللي بدعمك بالحضوظ وببعض الأشياء الإيجابية أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم الأجواء في عندك بعض الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعمل أو اتصالات أو قراءة أوراق أو دراسة أو تحضير لمسألة إلها علاقة بالعمل أو تطور العمل أو إنجاز بعض الأعمال في منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية اللي بتتعلق فيه أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فبدكوا تنتبهوا اليوم من بعض النقاشات أو الحدية بالطباع أثناء التعامل مع الشركاء الأجواء مش مساعدة لخلافات ونقاشات حدي يعني بدك شوي التركيز على أساس أنه ما تكبر الفجوي ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو إلها علاقة بالوضع المالي فالاهتمامات المالية إما على دفعات أو قروض أو أشياء لها علاقة بالمستردات مالية أو أشياء انتم داينها لأشخاص بتحاول تستردها أو مطالبة بحق لا إلك أو بأموال الزوج أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم ممكن تنشط ببعض الاتصالات أو يعني ممكن تتلقى اتصال بمعنى آخر شوي يكون مزعج أو خبر مزعج أو أي شيء يسبب لك نوع من أنواع الاستياء حاول إن قدر الإمكان ما تتعاطى مع الموضوع بشكل كبير على أساس أنه أنت ما تنفع الأكثر ممكن هذا الاتصال يكون إلو علاقة بدراسة أو إلو علاقة بشخص خارج البلاد أو بشخص أجنبي عنك أما بالنسبة لبيتك العاشر فهنا من قلك الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابي اليوم للدفاع عن سمعتك أو تعزيز مسألة إلها علاقة بالسمعة ممكن اليوم تهتم بمسألة إلها علاقة بالعمل أو بأحد زملائك أو رؤسائك بالعمل أو تدعيم العلاقة ما بينك وبينهم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء موعدة بأشياء إلها علاقة بالأصدقاء فممكن تنشط بلقاء أو بزيارة أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لمة مثلا أو اتصال من صديق ممكن شوي يغير الجو عندك أو ترافق صديق في مسألة معينة تكون لمصلحتك ومصلحته أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فبرضو الأجواء ما زالت حدي من المريخ فعشان هيك بدك تنتبه من الاكتئاب انتبه من الأفكار اللي ممكن تتوارد لذهنك لهذا النهار حاول أنك برضو تظلك مفتح عيونك بالفترة هاي من بعض الأشخاص اللي بتآمروا عليك أو بيكيدوا لك راقب صحتك وخصوصا اللي بيكيدوا لك في مكان العمل أو يعني في مكان قريب منك أما بالنسبة للوضع الصحي فبدو بعض الرقابة من تطور وضع صحي معين أو قلق على مسألة صحية أو التخوف من مسألة صحية الأهم أنك تدير بالك على مسألة العمل ممكن يكون فيها أشياء مرهقة أو متعبة أو تطلب منك التركيز بشكل أكبر وممكن قلق على وضع أحد الوالدين أو أحد المقربين لا إلك برج الجوزاء طبعا اليوم القمر يعني تقريبا بدو ينهي زيارته لعندك فبعطيكو هو جرعة من التفاؤل جرعة من الثقة بالنفس أنتم قادرين على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها ممكن تلمس انفراج وترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ ممكن تواجه الوقائع بمنطق وعزيمة وتتلقى وجواب هذه الفترة يعني فيها نوع من أنواع توضيح لبعض الأمور لا إلك بانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة حاول تستغلها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فما زال موضوع له علاقة بالوضع المالي شوي مربك يعني بشعرك بنوع من أنواع القلق إما خوف من مسألة معينة أو ارتباك من مسألة معينة أو مصاريف الزيادة أو مثلا قلق على وضع قادم أو مثلا تدخل في شؤون أحد الأشخاص بصرف فلوس فممكن يجيك خلاف أو نقاش أو حاد على هذا الموضوع أو إلك مطالبات مالية مش قادرة تحصلها بالفترة حاول تقلل من مصاريفك قدر الإمكان ولكن الفرصة للبعض فاتحة لتحقيق بعض المكاسب اللي بتيجي عادة على شكل من عمل إضافي هبات مساعدات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم يعني ممكن تنشطوا بحركة دقوبة تكون عندكم للتنقلات والاتصالات والحوارات والتواصل مشحونين بطاقة عالية جدا سرعة البديهة عندكم عالية جدا قدرة على الإقناع روحكم خفيفة يعني بمعنى تقدروا توصلوا لقلوب الناس بشكل حلو جدا في منك راح يهتم كثير اليوم في مسائل للها علاقة بالتنقلات والاتصالات بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت ما زالت فيها نوع من أنواع الأشياء اللي بتسيئك أو أشياء بتوترك أو بتخلقك من بعض ردات الفعل المنزلية أو تدخل أحد أفراد العائلة في شؤونك الخاصة ممكن تظهر بعض الأعطال أو بعض المشاكل أو بعض الخلافات اللي إلها علاقة في البيت ممكن أعطال منزلية مثلا لجهاز أو لشيء بتطلب منك مصاريف أو اهتمام أكثر أو تصلحات بيتية أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء تقريبا فيها إيجابية عالية جدا على المستوى العاطفي فاليوم ممكن تنشط بلقاء الحبيب أو التواصل معاه أو حل موضوع معين أو مثلا تراجع عن قرار سابق أو يجع بالك مثلا شخص معين تحاب أنك تشوفه أو تتواصل معاه برضو هاي شغلة تفتح مجالات للحوار والنقاش ما بينك وبين الأحبة وخصوصا أحد الأبناء أو أحد الوالدين إلا أهم أنك تكون مرن بالتعاطي ما تكون مستهتر وما تكون عصبي متقلب المزج أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل فممكن اليوم يعني يكون فيه أشياء مهمة أو تنشط بعمل معين أو تحاول تنجز بعض الأعمال صحيح أنه فيه مسألة إلها علاقة بالعمل موتريتك ولكن تنحل مع الأيام القادمة إلا أهم أنك تراقب وضعك الصحي ما تحاول أنك تهمل ما زالت الأجواء مش بالكامل لصالحك ولكن هي دعميتك صحيح ولكن بدك تنتبه شوي على وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فبدعمك على مستوى الشراكي أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى الشراكي وعلاقتك بالشريك ممكن شوي يظهر بعض الخلاف أو النقاش أو الحوار ولكن سرعا ما بتبدد الأمر أو تقدر تتجاوز إن أردت ذلك ولكن إذا أنت بدك تعمل خلاف ومشكلة فاليوم يعني ذيبك أنت في المشاكل هاي حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبعد عن المشاكل عشان تريح رأسك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء داعمة على مستوى الأموال المشتركة وممكن تحقق بعض الإنجازات المالية أو تحقق بعض المكاسب أو تفكر في أمور إلها علاقة بقرض أو مثلا جمعية معينة أو سداد بعض المبالغ أو طلب مساعدة معينة طبعا الأجواء دعميتك في هاي المسائل ممكن تحقق إنجازات رائعة أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع التوتر أو القلق على شخص خارج البلاد أو الاستياء من شخص خارج البلاد أو أجنبي أو مؤسسة تعليمية مثلا أو أمور لها علاقة بالدراسة أو بتنقلات واتصالات يعني بتكون منزع جثير منها مش مرتاح مزاجك بالشكل الكامل لهاي الأمور يعني كمان يوم يومين الأجواء بتصير أحسن وبتنشحن بطاقة وبتقدر إنك تنجز كثير من هاي الأمور أما بالنسبة إلى البيت العاشر فهنا بنقول لك بدك يعني تركز شوي على مسائل لها علاقة بالسمعة حاول إنك ما تهمل سمعتك حاول إنك ما تدخل بنقاشات أو حوارات أو مخالفة للقوانين وما تدخل برضو بأي خلاف أو نقاش حاد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل يعني بمعنى آخر بدك تشحن حالك بطاقة وتضبط عصابك وما تتهور في كثير من المسائل اللي ممكن يكون فيها نوع من أنواع الجراءة والمبالغة يعني تهور بمعنى آخر أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء ما زالت زي ما حكينا المريخ موجود فهو صحيح إنه بيت حليف شوي ولكن برضو إنه بضغطك بشكل سلبي فعشان هيك بدك تنتبه حاول إنك ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأي مجازف ما بينك وبين أحد الأصدقاء ما تبالغ بالمعطيات ما في داعي لتقلب المزاج والتهور ولا الحدية ولا العصبية ولا الاستياء يعني شوي حاول إنك تخلي الأجواء جيدة فممكن اليوم تنشط بدعوة إلى حضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو عزومة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 طبعا بيت المتاعب هنا بنقول لك يعني شوي يعني الأجواء جيدة ممكن تساعدك في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل ممكن تساعدك في بعض الأمور الصحية بتدعمك في بعض الأشياء بشكل إيجابي ولكن بالمقابل بدك تنتبه من بعض التقلبات أو من بعض التوترات حاول إنك أنت شوي تراقب حالك إن شعرت بأي شي غير اعتيادي صحيا راجع طبيبك برج السرطان طبعا معني معروف إنه القمر لآخر يوم موجود في بيت متاعبك في ساعات المساء رح ينتقل عندك ولكن هذا بدل على إنه لليوم الثاني على التوالي بدك تضع سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وإنتبه كثير لغذائك وراحتك ابتعد عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعالات خذ قسط من الراحة ممكن يعني هاي الفترة تعيش لحظات صعبة حاذر من الفشل والالتباس أو التراجع الصحي نفسيا أنت مش مرتاح في عندك نوع من أنواع التقلب بالمزاج مستق من بعض المسائل صحيح إنه الظهرة بتشحنك في بعض الطاقة ولكن برضو في إشي مش مريحك يعني حاسس أنه في إشي أنت مش مرتاح منه قلبك مش مطمئن لبعض الأمور حاول زي ما حكينا أنه أنت تبعد عن المواجهات وحاول أنك ما ترجم هذا الاستياء مع اللي حواليك عشان ما يصير من وراه مشكلة أما بالنسبة للبيت الثاني يعني الأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه بتحمل بعض الاهتمامات على المستوى المالي ممكن أمور لها علاقة بسداد مشتريات مصاريف لأدوية مراجعات طبية أشياء لها علاقة بزيارات مثلا ديون بتكون عليك وتحاول تسددها أمور لها علاقة بمناسبة زي هدية أو نقوط أو يعني شغلات زي هيك ممكن تظهر على الساحة حاول قدر الإمكان بس تبعد عن المصاريف لزيادة ابعد عن المشتريات اللي مائلها داعي ما تتفشش وتنفس عن غضبك بالمصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم يعني شوي ما عندك رغبة كثير بالتحرك أو بالاتصالات ممكن يعني الأشياء المهمة أو الأشياء الاضطرارية أو الأشياء اللي بتدفعك لهاي المسائل بشكل كبير هي اللي تتعزز عندك بشكل أكبر ولكن بالأهم أنه تنتبه أثناء قيادتك للسيارة لأنه مشتت الفكر أثناء حواراتك ونقاشاتك حاول أنك ما تندفع ما تتهور ما تعصب وبرضه ما تحاول تتخذ قرارات بيكون أفضل ركز على الأشياء اللي بين إيديك ادرس بشكل جيد ركز على المعطيات بشكل جيد عشان تحقق نتائج بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستتوى البيت تقريباً نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني بتعزز من الأمور العائلية واللقاءات العائلية ممكن اهتمامات بالعائلة جمعة لقاء عائلي مثلاً بيكون أهم إشي أنك أنت ما تظهر أنك أنت في نقطة قلق أو ضعف أو استياء حاول تندمج مع العائلية هذا بيتك هذا مكانك يعني هذا المكان اللي أنت بتجد نفسك فيه حاول أنك تستفيد من هذا اللقاء وتعزز من هاي اللقاءات أو من هاي المناسبة يعني بشكل إيجابي ممكن تظهر بعض الأمور اللي إلها علاقة بعطل أو اهتمام شوي يكون مربك في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي شوي ضاغطة ممكن تستاء أو خلاف أو سوء تفاهم أو مشاحنة ما بينك وبين الحبيب الأجواء يعني أنت مش جاهز لهاي الأمور يعني حاول أنك أنت تمسك حالك هاليوم لحد ديتما القمر يوصل لعندك الأجواء بتصير إيجابية وممكن أنك أنت تبادر بأي خطوة ما بينك وبين الحبيب بدون ما تكبر مشاكل بالفترة هاي يعني الفترة هاي بتجعلك غير واضح بالكلام أو اللي حواليك ما بيفهمه إيش اللي جواك أو إيش اللي أنت بتشعر فيه بالنسبة للبيت السادس الأجواء تقريبا على مستوى الصحة تقريبا نقدر نحكي إنه لأنه بيت المتاعب بيحذر لأنه بضعف الطاقة بيحدث بعض المشاكل الصحية فهنا بنقول لك برضو راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات ممكن تستاء من مسألة معينة ممكن تشعر بالتعب أو الإرهاق بناء منك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك في منك رح يهتم ببعض المسائل العملية أو عمل معين أو تركيز على عمل معين ممكن يكون مربك شوي أو يكون لك ما في نفس لإنجازه حاول أنك ما تراكم الأعمال عليك وإنجز الأعمال الضرورية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة شوي برضو نفس الشيء بدك تنتبه لها لأنها بتحدث بعض التقلبات بعض العصبية ممكن تخليك تفتح موضوع قديم أو تناقش في مسألة معينة فتحتد وتعصب أو نفس الشريك هو اللي يفتح معك مواضيع وإنت ما تتحمل ففجأة الثور عصبيتك حاول قدر الإمكان يعني تشحن حالك بطاقة إيجابية تبتعد عن الضوضاء وبرضو في نفس اللحظة خلي العلاقة دافئة وهادة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة ممكن تحقق بعض الإنجازات خلال هذا اليوم أو الاهتمامات أو تهتم في مسألة معينة أو ممكن تحصل بعض المكاسب أو اتصالات إلها علاقة بسداد إلها علاقة بقرض بدين بأشياء من هذا القبيل ممكن تحقق منها نتائج إيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها يعني روتينية ما في عندك هالراغبة الكثيرة للاتصالات والحوارات البعيدة أو هذا ممكن بس هيك إشي واجب عليك أو تواصل مع أشخاص واجبة أو اضطرارية يعني بس هيك تواصل وإطمئنان وتقرير عادي هيك أو ممكن تهتم بدراسة أو قراءة صحيح ما عندك رغبة أو تركيز كامل على المواضيع ولكن بعطيك دافع لا الاهتمام ببعض المسائل زي هواية مثلا أو أمور إلها علاقة بالبيت قراءة لموضوع معين أو طلاع على مسألة معينة ولكن بالنقاشات انتحاد الطباع أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بدك تنتبه من تشويه السمعة حافظ على سمعتك قدر الإمكان ما تجازف ما تغامر ما تخالف القوانين تركز بنصوص العمل والعقود بشكل جيد راجح حالك أكثر من مرة برضو بالمقابل بدك تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بزملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 في بيت الأصدقاء ممكن يعني يكون فيه لقاء مفاجئ هيك بأصدقاء أو دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو تواصل ممكن تنجز بعض الأمور بشكل جيد خلال هذا اليوم بمعاونة صديق أو معرفة أو دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية الحلقة أنه ديروا بالكم الفترة هاي بتحمل بعض الأعطال أو تعطيل لبعض المسائل أو إلغاء بعض المسائل في آخر وقت وزي ما حكينا أنه آخر يوم يعني في نهاية النهار في نهاية هذا اليوم القمر بصير موجود عندكم تشعروا بطاقة أكبر وبيتحسن أكثر ابتداء من ساعات المساء يعني بتبلش الأجواء تتبلور للفترة القادمة بشكل واضح برج الأسد طبعا لآخر يوم الأجواء جيدة بتحاولوا تستغلوا هذا اليوم بإنجاز الأعمال ما تخلوا أعمالكم تتراكم ما تأجلوها حاولوا تستغلوها طاقتكم إيجابية شيئا ما خلال هذا النهار من ساعات المساء بتبلشوا تحسوا بنوع من أنواع الضغط أو بتتعركس بعض الأمور أو مزاجكم شوي بتوتر أو بتحتدوا بطبعكم شيئا ما ممكن شوي هيك تحاول تبعد عن الأضواء أو تحاول أنك تبعد عن الناس أو خروج لمكان لحالك أو تقعد بعزل شوي هيك الأجواء بتصير متقلبة شيئا ما بسبب أنه القمر رح ينتقل للسرطان يعني بيت متاعبك عشان هيك بدك تكون جاهز للفترة هاي طبعا في ناس تقول لك يام ما انت حكيت إنه الأجواء بده تصير أحسن آه لما القمر يوصل لعندك بعطيك فترة لقدام إيجابية ودعمة بشكل كبير وهي آخر ضغط رح ينضغطه مواليد برج الأسد بالفترة هاي فعشان هيك بدك تتحمل هذا الضغط على أساس إنه هو آخر إشي يعني آخر رمق من الحدية أو الضغط بالفترة هاي بعدين الأجواء بتصير أحسن وإيجابية ممكن تحقق بعض الأشياء وتكون لمصلحتك بالفترة القادمة ولكن خلال الأيام القادمة بدك تنتبه وتحذر وتركز بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بمسائل مالية ممكن تنشط بأمور مالية ممكن مصاريف زيادة ممكن ضائقة مالية ممكن ارتباك مالي شوي هيك يمخك ببلش يحسب بعض الأشياء أو الضغوطات أو الالتباسات المالية ممكن تظهر لك مصاريف بشكل مفاجئ بالفترة هاي الأجواء مش مساعدة لأنه أنت تبذخ أو تصرف أو تحاول تبذر أموالك بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتدعمك على مستوى تنقلاتك اتصالاتك حواراتك بتنشط في كثير من المسائل خلال الفترة هاي ممكن تحل بعض المسائل بشكل عقلاني أو تتجاوز بعض الضغوطات بشكل عقلاني عندك قدرة على الإقناع عالية وسرعة بديها عالية وقدرة على التجاوب والتواصل عالية عشان هي قولت أنا أنه تنشطوا بالاتصالات فعشان هي قولت أنه الفترة الجاي ممكن أنه أنتوا تطلعوا أو تبعدوا عن الأضواء أو تحاولوا توعدوا بعزد شوي هيك لحالك أو تحاولوا هيك يتخلقوا جو اللي تكون فيه أنت بعيد عن الأضواء على أساس تراجح حساباتك أو ترتب أو وضاعك أو أوراقك بشكل جيد اللي عنده امتحانة ومقابلة اليوم بده يستعد بشكل جيد وخصوصا إذا كان فيه ساعات ما بعد الظهر أما في ساعات الصباح فهو بدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الرابع تقريبا الأجواء على مستوى البيت شوي ممكن تظهر بعض النقاشات أو الحوارات أو الاستياء أو الانزعاج من أشياء معينة حاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك حاول أنك تمشي الأمور بطريقة روتينية ابعد عن الأجواء المشحونة والضاغطة قدر الإمكان على أساس أنك تمشي الأمور بدون لا مشاكل ولا سوء تفاهم ولا حدية بالطباع ممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي شوي تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام الخاص أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع إيجابية على المستوى العاطفي فممكن شوي عاطفتك تكون جياشة يكون عندك رغبة للتواصل مع بعض الأحبة أو الاهتمام ببعض الأحبة أو لقاءهم أو خروج أو تغيير جو أو ممارسة هواية معينة أو ممكن بتجهز لأشياء فكرية يعني بتفكر في بعض المسائل اللي شوي أنت حابب ترجمها على أرض الواقع في الأيام القادمة أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا بتكونوا حذرين على أمور إلها علاقة بالصحة من التقلبات الصحية أو بعض التعب أو الشعور بمرض مثلا أو استياء وضع صحي معين وخصوصا اللي عندهم أمراض مزمنة هذولا بدهم يراقبوا وضعهم الصحي بشكل جيد بالفترة هاي برضو ما تراكم الأعمال عندك لأنه شوي ممكن تنضغط في مسألة إلها علاقة بالعمل أو يتراكم عليك عمل معين أو تنزعج من مسألة إلها علاقة بالعمل أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على مستوى بيت الشراكة فيه توافق ما بينك وبين الشريك أو هو مش توافق كامل قد ما هو أنه أنت بتحاول تخلي الأجواء روتينية يعني بتحاول أنك أنت تمشي الأمور هيك مثل ما هي عشان تشتري هدات بالك وراحت بالك وتبعد عن المشاحنات وتبعد عن وجع الراس يعني بمعنى آخر خليها كيف ما تيجي تيجي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه في بعض المسائل المالية زي ما حكينا ممكن تظهر على الساحة ممكن تصير ترتب لوضع مالي أو مصاريف أو دفعات أو مشتريات برضو هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أو مسألة إلها علاقة بأحد الأحبة ممكن صحيا أو يكون محتاجك بمسألة معينة أو ترتبك من مسألة مالية معينة وخصوصا أموال الشريك زي مطالبات أو الضغط عليك لمصاريف زيادة أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا أنت بتحاول قدر الإمكان أنك تتجارة مع أمور الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد بشكل أنه أنت بتنجز الأشياء اللي مطلوبة منك ما عندك القدرة على الأشياء اللي مثلا ممكن تظهر على الساحة هيك اللي تتطلب منك الاهتمام لزيادة لا أنت بتعمل بالواجب اللي عليك كاتصالات كحوارات كأشخاص إذا هم اتصلوا أهلا وسهلا فيهم أما أنت تبادر فممكن الفترة هاي تكون ضغطيتك شوي أو تحاول تبعد عن الأضواء شوي أو ممكن مستاء من شيء معين إذا عندك امتحان أو مقابلة حاول قصوصا على المستوى الجامعي بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء يعني برضو تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى أمور إلها علاقة بالسمعة إلها علاقة بالعلاقات إلها علاقة بعلاقاتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل بتكون نشط ممكن تظهر بعض المفاجآت خلال هذا اليوم أو تحل مسألة شوي كان صعب أنك تحلها في الأيام الماضي أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو حوار أو ممكن لقاء عائلي معين أو لقاء مع صديق معين أو اتصال من صديق يكون بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا منقول لك أن الأجواء برضو تحمل بعض الأشياء هذا بيت متعبك والقمر بدي ينتقل لأله فممكن تحمل بعض الأعطال أو بعض الاستياء من بعض الأمور أو تراكم بعض الأمور ممكن زي ما حكينا الوضع الصحي راقب وضعك الصحي راقب غذائك حاول تأخذ قسط كافي من الراحة ممكن برضو زي ما حكينا أنه تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج العذراء طبعا الأجواء يعني ما يجوا تعون العذراء خصوصا اللي ما بيتتابعوني بيسمعوني كل شهرين ثلاث مرة أو دخل لأول مرة بيسمع بيقولك أنت بتشحن بطاقة سلبية أنا ما بشحنك بطاقة سلبية أنا بعطيك الواقع اللي أنت عايش فيه بعطيك الظروف اللي أنت بتمر فيها وهي لأسبوع يعني ضايل الأسبوع هذا القادم بعدين الأجواء كلها بتصير إيجابية وبتصير لصالحك وخصوصا أنه انتقالات الكواكب كلها بتصير تتحرك لعندك مع نهاية الأسبوع يوم 22 الشهر بصير عطارد وبصير الشمس موجودين عندك بعطوك طاقة أكبر فأنا بترجم لك واقع دراسة الخارطة الفلكية فما يعني شو بدي أكون يعني ما لا بيني وبينك إشي ولا انتكات الأبوي ولا بيني وبينك دم ولا يعني حاخد عليك من مسألة معينة يعني بلاش الكلام هذا لأنه والله أنا يعني بستاء لما أنا بحكي أنه أشياء سلبية عن أي برج ولكن لازم أني أنا أحكي بأماني عن كل الأحداث اللي بتصير فعشان هيك على المستوى النفسي أنتو شوي متقلبين بالفترة هاي مضغوطين عندكو استياء عندكو ردات فعل سلبي مش بييدكو أنا بعذركو على هاي المسائل الأيام الجاية رح تكون أحسن وراح تكون برضو فيها إنجازات أحسن وخصوصا اسمع توقعات الأسبوعية بتعرف إمتى الأجواء بتصير أحسن أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء ممكن يعني يظهر بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم أو تهتم بمسألة مالية معينة ممكن أشياء لها علاقة ببعض المكاسب من عمل إضافي هبات مساعدات نوع من أنواع الدعم ممكن تظهر بعض المتطلبات أو المطالبات المالية اللي تعرف كيف تدورها وكيف تحلها مش معنى هيك إنه كل موليد برج العذراء بده يجيهم أموال ولا كل العذراء بده يكون عندهم مطالبات مالية فأنا بحاول أني أجيب لك يعني على حسب أوزع البيت على حسب ما أنا شايف لك حسب كل واحد من برج العذراء إيش ممكن أنه يحصل من مكاسب البيت الثاني أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم ممكن تنشطوا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالاتصالات بالحوارات باللقاءات ولكن أهم شيء ما تنفعلوا كثير ما تتهوروا إما أضبطوا عصابكم ما في داعي للكلام الجارح لأنه شوي أنتوا حدين الطباع شوي ردات فعلك عصبية شوي برضو ركزوا إذا كان عندكم امتحان أو مقابلة ركزوا ما ترتجل الأمور كون مستعد كون دارس أثناء تنقلاتك احذر من أثناء تنقلاتك أو حركتك من الإصابات أو الحوادث ممكن تقلق بشأن موضوع بتعلق بالسيارة أو تليفون أو أمور إلو علاقة بالاتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت جيدة تحمل نوع من أنواع الإيجابية تعمل تقارب أو اهتمام عائلي بمسألة معينة ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات ولكن عندك قدرة على احتوائها وبرمجتها أو جدولتها في منك أشخاص رح يهتم بأمور إلها علاقة بتصليحات أو ترتيبات أو اهتمامات منزلية أو عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا حادة وضغطة على المستوى العاطفي مستأة من تصرف الحبيب مشحون بطاقة سلبية حساسة زيادة عن اللزوم ممكن تتخذ قرارات يعني تكون شوي عصبية باتجاه أحد الأحبة الحبيب أحد الأبناء أحد الوالدين حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان تبتعد عن إصدار القرارات الفترة هاي حساسة شوي وإحنا قاعدين بنحكي عن برج الجدي اللي بيشكل زوايا وخصوصا موليد العشرية الثالثة من العذراء هم هذول أكثر ناس بدهم يكونوا حذرين بالفترة اللي إحنا فيها والقادمة أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالصحة إلها علاقة بالعمل اليوم أحسن شوي حاسس بطاقة حاسس برغبة لإنجاز بعض الأعمال أو اهتمام بعمل معين أو تركز على إنجاز بعض الأعمال بشكل جدي الأجواء تقريبا فيها إيجابية وبتشحنك بطاقة عالية جدا برضو على المستوى الصحي تقريبا أحسن شوي اليوم يعني حاسس بطاقة كبيرة وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات المساء بتصير أحسن وأحسن وبتحس بطاقة هاي تبلورت أكثر وبرضو إن شحنت بطاقة أكبر وأكبر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى بيت الشراكي بتسبب نوع من أنواع النفور أو نوع من أنواع الخلافات أو النقاشات الحادة أو الجدالات يعني حاول قدر الإمكان ما تطور الأمور وما تكبرها على أساس أنه يعني ما تطور الأمور بشكل سلبي يعني الأجواء مش مساعدة خليك أصبر اليوم بكرة الأجواء بتصير أحسن فحاول قدر الإمكان ما تتخذ القرارات خلال هذا النهار أو تختلق بعض المشاكل أو تبين انزعاجك ممكن يعني تلمح ممكن تدافع عن نفسك مش بقول إنك تكون انهزامي ولكن حاول قدر الإمكان ما تخلي الخلاف يكبر أما بالنسبة للبيت الثامن فممكن تظهر بعض المسائل المالية أو المطالبات المالية أو يعني اهتمام بمسألة مالية بشكل ما بتحاول إنك تبلورها أو تجدلها بعض المخارج أو بعض الحلول خلال هذا النهار أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالميراث إلها علاقة بقرض مساعدي أموال لإلك بتحاول تحصلها أموال من الزوج أو الزوجة بتحاول إنك أنت تستلفها أو إنك تأخذ نوع يعني زي استقراض يعني حاول قدر الإمكان إنك ما تورط حالك بمشاكل مالية كبيرة أنت يعني ممكن إنك ما تكون دارس الوضع بالشكل الجيد لأنه ممكن تأخذ أنت وتقول بسد بكرة وتلاقي بكرة إنه ما في مجال للسداد فتدخل أنت بمشاكل تأجيل وهذا الأمر رح يضغط عليك بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو على مستوى الاتصالات البعيدة اليوم ما عندك رغبة أو بمعنى آخر روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فممكن يجيك اتصال خارجي أو من شخص خارج البلاد أو من شخص أجنبي يعني شوي هيك يكون في بعض المفاجآت ليلك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء طبعا القمر موجود في بيت السمعة فمنقول لكم حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ كون على قدر المسئولية ولا تتردد بطلب رأي أو مساعدي من أحدهم دع خجلك جانبا وعبر عن آراءك بثقة وجراءة اتجنب الكلام اللاذع والقارص بنفس اللحظة أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو ممكن تسعد باتصال من صديق أو حوار أو ترافق صديق في مسألة معينة أو ممكن أن تخرج هيك فقط لزيارة صديق لنوع من أنواع التغيير أو الابتعاد عن الأجواء الضاغطة أما بالنسبة لبيتك 12 فما زال طبعا الشمس بما أنه عطارد موجودين والآن بلشوا يوصلوا لدرجات العشرية الثالثة فهم العشرية الثالثة أكثر ناس بحسوا بضغط التواجد في بيت المتاعب عشان هيك منقول لكم حاولوا أنكم تراقبوا صحتكم إنجزوا أعمالكوا ما ترهقوا حالكوا كثير مراقب غذائك وخذ قص كافي من الراحة ممكن الفترة هاي تحمل نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة أو على أحد المعارف صحيا برج الميزان طبعا القمر موجود في مكان حليف لا إلك اللي هو بيتك التاسع بدعمك بشكل قوي وبرضو بعطيك ثقة بالنفس عالية بشحنك بطاقة إيجابية كبيرة عندك رغب اليوم للتحرك والاتصالات والحوارات والإنجازات بمشحون بطاقة عالية ممكن يخطر على بالك أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو يعني الغربة أو أشياء من هذا القبيل هيك يتتوارد لذهنك بأكثر من مرحلة أو بأكثر من صورة أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى المالي بتحقق نوع من أنواع الضغوط أو الالتزامات أو الدفعات أو قلق مالي معين ممكن تلجأ للمصاريف الزائدة أو صرف الفلوس بدون حساب أو بدون مراجعة أو بدون تخطيط مسبق أو تظهر لك بعض المصاريف اللي بتيجي برضو بشكل مفاجئ حاول أنك ترتب أوضاعك المالية وما تتهور وما تغامر على المستوى المالي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فممكن تنشطه بأمور إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والتنقلات ممكن تهتم بمواضيع إلها علاقة بالسيارة أو إلها علاقة بتليفون أو مثلا بجهاز كمبيوتر ممكن تنشط بدراسة لامتحان أو استعداد لامتحان معين اللي عنده امتحان أو مقابل اليوم رح يبدأ فيه بشكل جيد لغاية ساعات الظهر بتوقيت جرينج زي ما حكينا حاولوا أنه إذا كان ما بعدها في فترة خلو المسار يعني ما تعتمدوا على الحظوظ تدرسوا تستعدوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن يظهر اليوم نقاش أو حوار أو خلاف أو جدال أو ردة فعل سلبية أو ممكن حدث طارق أو خبر شوي يكون مستفز أو أعطال مثلا تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أهم شيء أنه أنت ابعد عن ردات الفعل السلبية وما في داعي أنك تدخل بمواجهات أو مشاحنات أو أنك تأزم الموقف ممكن تستاء من تصرف أحدهم ولكن حاول أنك تأجل إنفعالاتك أو تضبط أعصابك وما تكبر الأمور أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء فيها نوع من أنواع يعني الإيجابية على المستوى العاطفي ممكن تنشط بلقاء الأحبة اليوم أو لقاء الحبيب أو الخروج معينة أو نزهة أو فسحة أو اهتمام بالحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين ممكن تسعد بإنجاز معين أو تمارس هواية معينة أو تهتم بشيء إلو علاقة بالتجميل أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك منقول لك الضغط هذا رح يجي من وسواس يجي من قلق من توتر من حالة نفسية من ممكن اكتئاب ممكن أشياء زي هيك حاول ما تخليها تسيطر عليك بشكل كبير حاول إنك تجد مخارج لهاي الأمور تخرج تشوف الناس تطلع من الجو اللي أنت فيه وبرضو ممكن قلق على مسألة إلها علاقة بالعمل أو توتر من مسألة معينة أو ظهور مشكلة معينة إلها بعلاقة بالعمل فتزرع عندك نوع من أنواع المخاوف أو الأفكار لزيادة لحل هذه المسألة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكي فعشان هيك اليوم تقدر إنك أنت ما تواجه ما تعمل خلاف ما تعمل صدام بالعكس تستغلها من ناحية إيجابية اتدعم من علاقتك بالشريك أو تقارب بوجهات النظر ما بينك وبين الشريك أو تحل مسألة إلها علاقة بيك أو بالشريك أو تتراجع عن قرار سابق يعني الأجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكي صحيح المريخ بشكل زاوية حادي ولكن برضو القمر بشكل زواية تزديس مع المريخ فبتحمل نوع من أنواع المصالحات أو نوع من أنواع الاهتمامات إذا أردت أنت ذلك أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الأموال المشتركة أو مثلا مساءلة يسألك الزوج أنا أعطيتك فلوس وين رحت فيها وين صرفتها ليش صرفتها ليش ما يخذ مصاريف زيادة ليش عليك دفعات زيادة يعني زي مساءلات هاي الأشياء ممكن اليوم تتكرر عندي كثير من موليد برج الميزان أهمش أنك ما تستاء وما تتوتر حاول أنك تبرر أو تبرهن الأشياء بطريقة عقلانية بدون انفعال وفي نفس اللحظة ممكن يكون لك بعض الرغبات على أمور مالية زي قروض أو ديون أو جمعية مثلا حاول قدر الإمكان تدرس وضعك بشكل جيد قبل ما تغامر أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والإقناع والدراسة والنقاشات بس بدك نحكي اللي بيتقدم لأمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات أهمش أنك تبحث عن الحلول اللي بترضي الطرفين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما بتكثر الإنشغالات الإدارية حاذر من المتاعب الصحية أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بيت السمعة ما في أي مخاطر على السمعة عندك يعني ما في أي شيء ممكن يؤذي سمعتك خلال هذا اليوم يعني إلا إذا أنت برضو حاول أنك تكون حذر صحيح الزهرة بتدعمك بتدعمك على مجال العمل على مجال العلاقات والمعارف والناس أو شخصية مشهورة ممكن شوي كلك علاقات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل بشكل إيجابي أو تساعدك في إنجاز بعض الأشياء بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو لقاء أو مناسبة مثلاً أو لقاء صديق أو اتصال من صديق أو تنشط بزيارة معينة الأجواء داعمة على المستوى الإجتماعي ما بينك وبين الأصدقاء كلقاءات أو زيارات أو رفقة في مسألة معينة ممكن حركتك تكون على هذا الاتجاه كبير كبير كثير أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريباً ما فيها أي مخاطر ما زالت يعني الأجواء صحيح أن الشمس بتتحرك باتجاه بيت متاعبك ولكن لسه ما وصلت للمرحلة الضاغطة بتقدر اليوم أنك تراقب صحتك بتقدر أنك اليوم تأخذ مكملات غذائية أو تهتم بصحتك أكثر وفي منك راح يهتم بمسائل إلها علاقة بالعمل وبرضو ممكن بس يكون لك اهتمام كاتصالات أو اهتمام بصحة أحد الأحبة برج العقرب طبعاً الأجواء النفسية اليوم مش زي ما بدك صحيح أنه في بعض الإيجابيات ممكن أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية يعني روحك فيها نوع من أنواع المرح على بعض المسائل أو بعض النقاط شوي ممكن تلفت الانتباه لبعض الأشخاص من الجنس الآخر يعني يهتموا فيك في مسألة معينة أو يتواصلوا معك ولكن السلبي في هذا الموضوع أنه أنت اليوم عبارة عن بئر لاستقطاب الطاقة السلبية يعني بمعنى آخر أنا عندي مشكلة ما بلاقي غير واحد من موليد برج العقرب اللي ممكن أنا أفض فضله عشان يسمع لي فعشان هيك بتنشحن الطاقة السلبية أنت اليوم عبارة عن أي شخص بديحكي معك بديحكي معك بس على أساس أنه يشكي لك ويبكي لك ويحزنك على وضعه فهذا الإشي رح يأثر عليك بشكل سلبي أو يخليك تقلق من بعض المسائل أو تتوتر أو تنفعل حتى وانت ما إلك علاقة في هذا الموضوع عشان هيك حاول أنك تفرغ الطاقة السلبية فورا وتبتعد عن الأفكار فيها وما تفكر فيها وما تعيش الدور وما تندمج فيها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها بعض الاهتمامات المالية أو ممكن تحصل بعض الأشياء المالية خلال هذا اليوم كمكسب بيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو مساعدات أهم شيء أنك يعني تبتعد عن المصاريف لزيادة ما تحاول أنك تفكر في أشياء يعني أعطيكو إياها مثل على الستات تحديدا يعني أنت إجيتي دخلت على المطبخ عندك طلعت هيك شفتي عندك نصف كيس رز اللي نفترض ما تقولي بدو يخلص الرز خليني أشتري كيس تاني يعني حاول أنك تأجليها يومين بتكون الأجواء أحسن ما في داعي أنك أنت بس أنه قبل ما تخلص الشغل يتكوني بدك تجيبيها ما بتعرف الضغط المالي كيف يجي في الأيام القادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتحمل أشياء إيجابية بتدعم على مستوى الاتصالات والحوارات وممكن أشياء لها علاقة بالتواصل أو التنقلات طبعا اليوم مش بقوة المثالية ولكن الأيام الجاية رح تكون أفضل وأحسن وخصوصا ابتداء من بكرة مساء رح تلاقي النشاط أعلى بكثير وحتى سرعة البديهة والرغبة بالاتصالات والتنقلات بتكون جياشة ولكن في ساعة النهار بدك تنتبه إذا كان عندك مقابلة أو امتحان أو تنقلات بدك تكون حذر يعني ما ترتجل الأمور بدك تدرس بشكل جيد تستعد بشكل جيد وفي نفس اللحظة يعني حاول تنتبه أثناء قيادة السيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا جيدة في اندماج عائلي أو استقرار عائلي صحيح أنه في أشياء مقلقيتك أو في أجواء شوي سلبية بمحيريتك أو بتخليك تنفعل في بعض المسائل ولكن الأجواء إجمالا هي فيها هدوء كامل تقدر تهتم فيها وممكن يطمئن بالك من مسألة معينة أو تنجز أمر العلاقة في البيت ممكن تظهر بعض المسائل اللي لها علاقة بعطل ما أو اهتمام ما ولكن سهل أنك أنت تنجزه وتتعامل معه أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الضغط ممكن تستاء أو تتحسس بسهولة عشان هيك قلنا الطاقة السلبية سهل أنك تنشحن فيها فعشان هيك الشفافية عندك عالية جدا الفترة هاي فممكن تتحسس من موقف من ردة فعل من كلمة من تصرف حاول أنك ما تخلي هذا الإشي أثر عليك بشكل كبير وبرضو حاول أنك تأخذ نفس عميق قبل ما تواجه وخصوصا خلاف معين ما بينك وبين أحد الحبيب أو أحد الأحبة أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء تقريبا على المستوى الصحي يعني اليوم لأنه برضو المريخ بشكل زاوية تزديس فما في قلق كثير على كل موليد برج العذراء ولكن إجمالا موليد برج العذراء بدهم يراقبوا وضعهم الصحي يكونوا حاذرين بالفترة هاي يراقبوا أعمالهم أشغالهم يبعدوا عن مصادر النيران قدر الإمكان برضو ممكن يظهر مسائل إلها علاقة بالعمل أو توترات أو تقلبات إلها علاقة بالعمل أو مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا ممكن هيك شوي يكون في خلاف أو نقاش حاد ما بينك وبين الشريك ممكن تتكشف بعض الأمور أو تكتشف أمر معين فتستاء منه أو يعني تحس بالإهمال والتقصير من قبل الشريك فتستاء أكثر حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وحاول أنك أنت تبعد عن المواجهات وتكون مرن ودبلوماسي في حل والتعاطي مع هاي المسائل أما بالنسبة للبيت الثامن ادخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة سارع لترتيب أوراقك وملفاتك ممكن تحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة معينة أهمش أنك ما تبقى وحيد ولا تتقوقع على نفسك شارك في كل الأنشطة بادر لتصحيح الأخطاء أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل ممكن تسعد بلقاء أو اتصال أو حوار مع أحد الأشخاص خارج البلاد أو تتلقى معلومة خلال هذا اليوم شوي تسعدك أو تغير الأجواء عندك بشكل إيجابي ممكن تهتم بأمور علمية أو ثقافية أو الاطلاع على مسألة معينة لها علاقة بثقافي أو بشخص أجنبي أو واحد من الأشخاص اللي أنت بتعرفهم خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا من قلك أن الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة تدعمك بشكل جيد ممكن تدافع عن سمعتك وتعزز أمورك بشكل جيد وممكن تكون لك بعض الاهتمامات بالمسائل لها علاقة بزملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى أمورك اللي لها علاقة بالصداقات فممكن اليوم تنشط بلقاء أو اتصال أو ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو أنت تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو تحاور معهم يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية الدعم لا إلك أما بالنسبة لبيتك 12 فنقدر نحكي هنا أن الأجواء برضو بتساعدك في أمور إيجابية ممكن تنجز أو تعطيك قدرة على إنجاز بعض الأعمال خلال هذا النهار وبرضو ممكن أنك تحل مسألة إلها علاقة بالوضع الصحي أو اتراقب صحتك أو أخذ أدوية أو علاجات أو متابعات طبية يعني الأجواء تقريباً بتساعدك على بعض المسائل دعمك على بعض المسائل ممكن تحمل الفترة هاي نوع من أنواع القلق أو التوتر على أحد الأشخاص أو أحد المعارف ممكن تكون مسألة صحية ممكن تكون الشغلة إلها علاقة بشخص مسجون أو أشياء إلها علاقة بالقضاء برج القوس طبعاً القمر موجود مقابلكم تماماً فهذا بعني أنه أنتم في إيجابية ولكن طاقتكم ضعيفة وهي بتعمل تقلبات بالمزاج بتعمل سرعة الاستياء أو الحدية بالطباع أو ردات الفعل السلبية يعني بمعنى آخر بتقلب المزاج عندك خلال هذا النهار حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان حاول أنك ما تستسلم للضغوط مهما كانت الظروف وبرضو ما تعبر عن رأيك بطريقة فضة وممكن شوي أنه هاي يعني تطلعك من جو الدبلوماسية بالكلام فتخلي ردة الفعل السلبية وتحدث بعض المشاكل ما بينك وبين اللي حواليك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها ما زال فيها نوع من أنواع الحدية على المستوى المالي أو تقلب أو أزمات أو مصاريف أو ضغط مالي أو التباس أو ارتباك مالي يعني عكل الحالات فيه إشي إلو علاقة بالوضع المالي مش صحيح أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا دعميتك اليوم على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والإنجازات عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على إنجاز كثير من الأمور خلال هذا النهار ولكن زي ما حكينا أنت متوتر ومشحون بطاقة سلبية فحاول إنك ما تعصب بس إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول إنك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحظ يعني ممكن عندك قدرة على الارتجال العالية جدا وممكن أدي لنجاح في بعض النقاط ولكن عند الامتحان بدك تكون مركز بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع فيه إشي ضاغط أو فيه مشكلة أو فيه أمر إلو علاقة بالبيت أو بالعائلة أو بأحد أفراد العائلة يعني شوية مسبب لك نوع من أنواع الإرباك فعشان هيك ممكن تظهر خلافات أو نقاشات أو حوارات أو أعطال أو حدث معين مع أحد أفراد العائلة شوية سبب لك نوع من أنواع الاستيا أو ردات الفعل السلبية خلال هذا النهار حاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان عشان ما تفاقم الأمور أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء صحيح أنه المريخ بشكل زاوية حادة وبخليك تتخذ قرارات حادة أو صعبة ولكن الأجواء إجمالا اليوم تحديدا لأنه المريخ بشكل زاوية تزديس فعشان هيك هاي إيجابية ممكن شوي يكون لك بعض الأمور العاطفية أو الرغبة بالتواصل أو قدرة على أنك تضبط أعصابك أثناء التعامل مع الأحبة ممكن يكون في حوار أو لقاء أو يعني تمارس هواية معينة أو إشئة العلاقة بالتجميل ولكن بالمقابل حاول أنك يعني حساسيتك ما تخلق لك ردات فعل سلبية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء شوي يعني على مستوى أمور الصحة مش جيدة فعشان هيك بدك تراقب وضعك الصحي برضو ما تتوسوس يعني ما تدخل بأشياء تحاول أنك هيك تتوسوس فيها كأنه مريض وعندي كذا وممكن عندي كذا وممكن يعني حاول تطلع من الجوهة إذا شعرت بشيء غير اعتيادي فقط راجع طبيبك أما بالنسبة لوضع العمل ممكن تظهر بعض المسائل أو يتراكم عندك عمل معين أو يقلقك مسألة إلها علاقة بالعمل أو مثلا بترغب في عمل معين ولكن الأمور مش ماشية مثل ما بدك أما بالنسبة لبيتك السابع فطبعا القمر موجود فيه بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة هاي فترة فيها صعوبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات بتعيش لحظات صعبة ومحرجة بتعاكسك الظروف وبتظهر معاكسات كبيرة بالفترة هاي بتعتبر من أصعب أيام الشهر لأن القمر مقابلك تماما وهاي بتضعف يعني دائما لما بكون مقابلك ولما بكون في بيت متعبك في العقرب هي أصعب فترتين بتمر دائما على البرج أهمش أنه بالفترة هاي ما تخالف القوانين وما تكون ساخر ومنتقد أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا ممكن تحملك بعض الأشياء الإيجابية أو وعود أو مساعدات أو أبواب ممكن تساعدك في إنجاز بعض الأعمال اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة يعني ممكن تحصل دعم معين هبة يعني قرض معين أشياء من هذا القبيل ممكن تساعدك في هاي الأمور والأيام الجاية ممكن تعطيك نتائج أحسن أما بالنسبة للبيت التاسع فممكن تنشطوا بأمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب مثلا مقيمين خارج البلاد أو تهتم في مسائل علمية أو ثقافية خلال هذا اليوم إما بحث أو دراسة أو اهتمام بأشياء إلها علاقة بالخيال العلمي أو أمور إلها علاقة بالمغامرات والرياضة والأمور اللي إلها علاقة بالسياسي والاقتصاد وهي الأمور أما بالنسبة لبيتك العاشر فبيت السمعة الأجواء يعني شوي ضاغطة فعشان هيك من قلك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأشياء مشبوهة وبرضو خلي علاقتك مع معارفة حيادية ما في داعي للتهور في بعض الاتهامات أو المشادات الكلامية بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل يعني حاول أن تخلي في نوع من أنواع الود ما بينكم أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء أحد الأصدقاء أو مرافقته في مسألة معينة أو إنها مشكلة معينة أو ممكن الحوار على مسألة معينة أو يساعدك في مسألة معينة يعني في نوع من أنواع الاتفاق الجيد رح يكون ما بينك وبين أصدقائك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بنقول لك حاول أنك أنت تنتبه بشكل واضح لصحتك وبرضو لعملك الوضع مش بيعني ما بيخوف ولكن برضو بده نوع من أنواع الاهتمامات إنجز أعمالك وما تخليها تتراكم برضو ممكن يكون لك نوع من أنواع الاهتمام بصحة أحد الأحبة برج الجدي برج الجدي مرحلة بتكونوا مستعدين لإلها تشحنوا حالكوا بطاقة إيجابية قدر الإمكان مش كلها سلبية فيها بعض الإيجابيات على بعض النقاط ولكن بدك تنتبه من السلبيات عشان تحذر منها للأيام القادمة بشكل كبير طبعا بالنسبة للوضع النفسي شوي متقلب خلال هذا اليوم صحيح إنه مش بالشكل الكامل ولكن بشعرك بنوع من أنواع الضغط أو الاكتئاب أو الحزن أو يعني هيك ردات الفعل السلبية أفكارك ومزاجك مشوشة حاسس إنه الدنيا مش ماشي معك بالشكل الصحيح أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتحمل نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي ممكن تحقق بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية خلال هذا النهار اللي بتجيك عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم فعشان هيك بتطلب منك تركيز على المسائل المالية بشكل جيد حاول بس تبعد عن المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتساعدك في بعض المسائل يعني على مستوى تحركاتك تصلاتك تنقلاتك ولكن ما تجازف وما تغامر انتبه أثناء القيادي برضو ما تصدر قرارات عنيفة وصلبة وصعبة بالفترة هاي ما تبادر باتخاذ القرارات بالفترة هاي يعني أنه شوي ممكن قراراتك تكون مش بمكانها بدها تركيز أو العصبية ممكن تحكمك تخليك تتخذ قرارات بشكل مفاجئ أثناء قيادتك أو للسيارة انتبه أثناء تأدية امتحاناتك إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت هي ضاغطة بسبب المريخ ولكن اليوم المريخ يعمل زاوية تزديس يعني شوي بتلطف الأجواء على مستوى البيت بتعمل نوع من أنواع الاندماج عندك قدرة على التحكم بنفسك أكثر عندك سرعة بديهة عالية أنك تتحكم ببعض الأمور بعض الأحداث بعض المعطيات تتحكم فيها ولكن إذا تركت المجال أو العنان لعصبيتك يعرف أنك أنت دمرت البيت واللي في البيت وعملت مشاكل إلها أول ما إلها آخر فعشان هيك حاول تضبط أعصابك وتحل المسائل بطريقة عقلانية زي ما أنت متعود تحلها أما بالنسبة للبيت الخامس فمنقولك هنا شوي بدك تركز على الوضع العاطفي بعض الاستياء اللي ممكن يجي حسسيتك عالية جدا ممكن تستاء من ردة فعل بسبب تصرف أو سوء تصرف الحبيب ممكن تستاء من تصرف أحد الأبناء أو أحد الوالدين من كلمة معينة من تصرف معين حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية لطف الأجواء الأجواء من المفروض أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية أو يعني فيه نوع من أنواع التوافق الإيجابي ما بينكم ما تخلي هاي الطاقة السلبية تسيطر عليك فتحدث لك نوع من أنواع الخلافات أما بالنسبة للبيت السادس واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا إلى صحتكم حاذر من تراجع صحي باكر لعملك واترك مساحة للغير للتحرك باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لهذه القرارات وما تكون قرارات متزمتة ومتعنتة بدون دراسة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا من قد نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابيات اللي بتعزز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالشريك أو التلاقي مع الشريك في مسألة معينة حاول أنك ما توقع على أوراق مهمة اليوم إلا إذا بتراجعها أكثر من مرة على أساس أنه تكون ما فيش فيها أخطاء وبرضو يحاول أنك تقارب بوجهات النظر ما بينك وبين الزوج أو الزوجي لا مصالحة أو تلاقي على نقطة معينة أو حاولوا ما تدخلوا بخلافات أو نقاشات حدي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى الأموال المشتركة فهي بتدعمك في بعض المسائل اللي لها علاقة بالأموال المشتركة زي تحقيق بعض المكاسب أو بعض الاهتمامات المالية زي قروض أو ديون أو جدول الديون أو سداد بعض الأموال اللي بتعود لك أو ترتيب وضعك القادم بسبب وضع مالي أو التباس مالي أو ضغط مالي ممكن مربك يكون عليك فإنه ممكن اليوم تجد له بعض الحلول أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا يعني ما فيها هالإيجابية القوية تقريبا أنا شايفها روتينية يعني بتتعامل على مستوى الاتصالات الخارجية وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الامتحانات أو الأمور العلمية أو الدراسة أو البحثية أو حتى الدراسة الجامعية يعني حاول إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بس أنك أنت تركز ما تعتمد على الحظ يعني تدرس وتستعد بشكل جيد باقي الأمور تقريبا روتينية بتتعامل فيها على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا الأجواء منقول تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية الجيدة فعشان هيك بتقدر تدافع عن سمعتك بشكل جيد ممكن تقارب ما بينك وبين زملائك أو رواساك بالعمل تتقارب أنت وياهم بالفكر أو تتواصل أنت وياهم أو ممكن هم يبادروا بمساعدتك في أمر معين أو نصيحتك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الاستياء من أحد الأصدقاء ولكن إجمالا عندك قدرة على تجاوز المرحلة برضو الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابيات على مستوى الأصدقاء ممكن أن تتسعد بلقاء أو بتحالف مثلا أو ممكن تحاور على مسألة معينة ممكن يتوجه لك برضو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء صديق أو تواصل مع صديق يعني تكون الإنجازات أو التعامل ما بينكم جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فزي ما حكينا بتكون تنتبهوا لصحتكم بتكون تحاضروا من بعض الأمور اللي إلها علاقة بالتراجع الصحي باكر لعملك اترك مساحة زي ما حكينا للغير إنهم يتحركوا يتأخذوا قراراتهم ما تكون مسيطر في كل شيء إنجز أعمالك بوقتها حاول ما تخليها تتراكم عليك برضو الفترة هي تعمل نوع من أنواع يعني إلها علاقة بصحة أحد الأحبة أو زيارة مريض في مستشفى أو أنت تراجع مستشفى برج الدلو طبعا اليوم نفسيتك أحسن مشحون الطاقة إيجابية عالية جدا عندك قدرة على إنجاز كثير من الأمور عندك اهتمامات شخصية عالية حاب تنجز كثير من الأمور نفسيتك في تحسن برضو تعتبر الفترة هاي من أفضل الفترات اللي بتعطي نوع من أنواع الحضوض أو بتخليك تتجاوز بعض الأمور بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني اليوم يعني الوضع المالي ممكن تظهر بعض المكاسب مش المكاسب نحن نحكي مكاسب يعني بعض الأمور اللي إلها علاقة بالدفعات أكثر من المكاسب صحيح أنه في أشخاص ممكن يحصلوا يعني مكاسبهم تيجي من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأغلب أنه في ضغط على مصاريف أو متطلبات مالية أو ممكن تظهر بعض الأشياء المالية بشكل مفاجئ خلال هذا النهار يعني شوي توترك أو تحدث لك بعض الإرباك أو تقلق من مسألة مالية معينة أو مطالبات مالية تكون عليك فشوي يعني تكون هاي معاملة نوع من أنواع الخربط عندك أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم تنشط في أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والحوارات والنقاشات والاهتمام بمسائل إلها علاقة بسيارة أو تليفون أو جهاز كمبيوتر أو حتى امتحان أو مقابلة في منك رح ينشط ببعض المسائل لترويج لا سلعة معينة أو لا أمر معين أو تواصل مع أشخاص بشكل كبير لا إقناعهم في مسألة معينة عندك سرعة بديهة عالية برضو ممكن اليوم تقدم امتحان أو مقابلة بشكل ممتز أما بالنسبة للبيت الرابع لا جواء على مستوى البيت ما زالت فيها نوع من أنواع الإضطراب أو نوع من أنواع القلق فعشان هيك بتحدث بعض الخلافات أو النقاشات أو الجدالات ممكن شوي تستأمن بعض الأمور ممكن تتخذ بعض القرارات اللي شوي تكون صعبة ممكن تعصب من مسائل معينة أو تناقش بحدية في بعض المسائل إذا ظهرت أعطال أو نقاشات أو خلافات بالرأي حاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية تبتعد عن الأجواء الضاغطة هاي عشان ما تسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الأشياء اللي ممكن إنها تكون صعبة أما بالنسبة للبيت الخامس يعني الأجواء على مستوى العاطفي ممتازة اليوم ما بيتخلى الحظ عنك عاطفيا ولا ماليا بتكثر عندك التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة ونجاح ممكن يطمئن خاطرك لمسألة معينة ولكن ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحباءك بمسألة معينة ممكن يفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك في مسألة معينة يعني حاول إنك تكون من الشاكرين إلوه وما تنسى رد الجميل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت شوي يعني فيها إيجابية على مستوى العمل أو بصيص أمل لشيء إلوه علاقة بالعمل أو حل مشكلة كانت معقدة ممكن تظهر اليوم أشياء مخالفة لهاي الأمور ما تخليها تأثر عليك ما تحبط منها حتى لو تأجلت لو صار عليها نقاش يعني حاول تكرر المحاولة مرة ثانية فممكن تنجزها بشكل جيد وممكن إنها تنحل معك بالمرحلة الثانية أما بالنسبة لأمور الصحة فتقريبا الأجواء تحمل نوع من أنواع ردات الفعل السلبية ما ممكن من توتر عصبي أو قلق هيك يصير عندك إشيء لعلاقة بالقلون أو بالمعدة يعني يوترك أو يحدث لك بعض الأوجاع أو الآلام ما في داعي للخوف أو القلق يعني أمور عابرة وبتمشي بإذن الله تعالى أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة تقريبا يعني بتعطيك إيجابية بالتواصل مع الشريك أو تقارب منه أو حل مسألة معينة ممكن حوار أو يجيك خبر عنه أو ممكن مثلا تتناقش بمسألة معينة أهم إيش أنك تبعدوا عن الحدية ما تخلوا حد يتدخل بشؤون حياتكم ما تخلوا حد يحاول أنه يدخل ما بينك وبين الشريك لأنه أكيد ممكن يعمل خلاف كبير حاول أنك أنت يعني تحلها بنفسك بدون تدخل أي شخص أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بتحمل أشياء لها علاقة بالأموال المشتركة ممكن تقلق بسبب موضوع تمويلي أو قرض أو سداد أو مطالبات مالية زي أجار مثلا أو مستحقات مالية شوي تسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو التهرب حاول قدر الإمكان أنك ما تتهرب رتب أوراقك رتب أمورك بشكل جيد الحظ بدعمك اليوم في بعض المسائل فممكن تستغل دعم الحظ بأنك تحل بعض هذه الالتباسات وتخليها يعني تكون فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم ممكن تنشطوا باتصالات بعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور العلاقة بالسفر أو بالتنقلات أو بامتحانات مثلا جامعية أو مناقشة مشروع معين ممكن يكون لك تواصل جيد مع أحد الأشخاص إما خارج البلاد أو أجنبي أو مؤسسة دولية أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا نقول لك دير بالك على سمعتك ما في داعي للمجازفة ولا المغامرة حافظ على سمعتك ممكن اليوم يكون في بعض الأمور الطارئة تظهر على الساحة أهمش أنك ما تغامر ما تجازف ما تتهور حاول ما تخالف القوانين عشان تحافظ على سمعتك وما تدخل بنقاشات حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد بيدعمك على مستوى أصدقائك وبرضو على مستوى اللقاءات ممكن اليوم تنشط بلقاء أو زيارة أو اهتمام بمناسبة معينة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو ممكن صديق يظهر على الساحة يدعوك لفنجان قهوي أو مثلا أنت تبادر لزيارته أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء الضاغطة لسه ما زال في نوع من أنواع الحدية وخصوصا تأثير على موليد العشرية الثالثة بدون من ينتبهوا على صحتهم بشكل جيد إذا شعروا بأي شيء غير اعتيادي يراجعوا طبيبهم في منك برضو رح يصير عنده بعض الالتباسات على مستوى العمل أو يتراكم العمل عليه حاول قدر الإمكان أنك تنجزوا أعمالك بالوقت المحدد ما تخلوها تتراكم وما تأجلوها واهتموا بصحتكم بشكل كبير وممكن تحمل هاي الفترة نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا ما زالت الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط نفسيتك مش مرتاحة أو فيه إشي موترك العصبية ظاهرة ردات الفعل السلبية موجودة تقلب بالمزاج بلحظة بتصير بأكثر من مزاج مع بعض فعشان هيك بدك تنتبه على حالك بشكل كبير ما فيه داعي للتقلب في المزاج يعني بدك تسيطر على إنفعلاتك وردات فعلك بالفترة هاي قدر الإمكان لأنه هي اللي بتأثر عليك بشكل سلبي وحاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى المالي ورغم تواجد المريخ اللي شوي ممكن يسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو يجيب لك مصاريف أو دفعات اليوم ممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو تهتم ببعض الأمور المالية بشكل خاص ممكن تحصل على مكسب بيجيك من عمل إضافي أو هبات مساعدات نوع من أنواع الدعم ولكن بدك تنتبه إنه ممكن تظهر بعض المصاريف بشكل مفاجئ يعني توترك أو هيك تخليك تقلق من وضع مالي معين أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني ما زال الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط والعصبية والحدية التوتر ردات الفعل السلبية هاي كلياتها أمور بتشحنك بطاقة سلبية خلال هذا اليوم حاول قدر الإمكان أنك تبعد عن العصبية وعن اتخاذ القرارات والمجازفات يعني شوي بدك تكون حريص إذا كان عندك امتحان أو مقابلة يعني حاول إنك تستعد وتدرس بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فاليوم بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم إشي إنك تخصص وقت مهم للعائلة ولشؤونك الخاصة ما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء التفاهم والشك بالفترة هاي حاول قدر الإمكان إنك أنت ما تدخل بخلافات أو مجازفات ممكن تظهر بعض الاهتمامات البيتية زي أعطال أو مشتريات أو مناقشة موضوع عائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي بتبلش تتحسن خلال هذا النهار وخصوصا مع اقتراب ساعات الظهر ممكن تنجز بعض الأشياء المهمة والضرورية وممكن يكون لك بعض الاهتمامات التجميلية أو الاهتمام بنفسك أكثر ممكن يعني تحب تمرح أو تخرج بتغيير جو أو شغلة إلها علاقة بالمغامرة إنها تكون ظاهرة على الساحة خلال هذا اليوم يعني تحاول خصوصا مع اقتراب ساعات المساء بتكون موجودة أكثر حاول برضو نفس الشيء زي ما حكينا إنه تشحن حالك بطريقة إيجابية عشان تستفيد من هاي الأمور بشكل وافي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي على مستوى المال والعمل والصحة لأجواء أحسن اليوم يعني وبتتحسن أكثر مع اقتراب ساعات المساء بتلاقي إنك تجاوزت أشياء بشكل إيجابي الأمور صارت لصالحك بشكل إيجابي في بعض المسائل ممكن إنك تحل أشياء أو تنجز أشياء أو أعمال خلال اليوم بشكل يعني يكون مناسب لوضعك بس الوضع الصحي يعني إن شاء الله إنه بخلال اليوم القادم اللي هو مع ساعات المساء والأيام القادمة بصير فيه تحسن ملحوظ أما بالنسبة لبيتك السابع على مستوى بيت الشراكي تقريبا الأجواء بتحمل نوع من أنواع المشاحنات أو الاستياء أو ردات الفعل السلبية وخصوصا أثناء تعاملك مع الشريك ممكن لتقصير ممكن لإهمال ممكن لإنه ما بيشاركك بكل شيء أو ممكن أنت حساس زيادة تكون بالفترة هاي أو تتحسس من موقف معين أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة يعني بتحمل بعض الأشياء الإيجابية فاليوم ممكن تحصل على دعم معين أو تهتم بمسألة إلها علاقة بالقروض أو سداد أو التزامات مثلا أو أشياء إلها علاقة بجمعية أو ميراث في منك ورح يهتم بمسائل إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها فيها روتينية يعني عملية الاتصال أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد بتكون روتينية اللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم يحاول إنه يدرس ويستعد بشكل جيد ما يرتجل وبرضو يكون مستعد على أساس إنه الأمور ما تنحسب ضده أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة شوي الأجواء أحسن من الأيام الماضية اليوم تدعمك بشكل جيد تقدر تدافع عن سمعتك وبرضو في نفس اللحظة بتحمل لك أشياء إيجابية بتطور علاقة معينة أو مساعدة أحد الأشخاص دو منصب أو سلطة أو أشخاص بمكان العمل يعني زملاء كروساك بالعمل بساعدوك بمسألة معينة أو بنظروا لك نظرة فيها إعجاب وثناء على إنجاز شيء معين أهم إيش إنك ما تبتعد عن ساعة دوامك يعني ما تتغيب ما تتأخر ما تشوه سمعتك ببعض التصرفات عشان ما يصير الجو سلبي أما بالنسبة لبيتك 11 فتقريبا الأجواء اليوم يعني تقريبا منقدر نحكي إنه فيها بعض المشادات أو المشاحنات أو الاستياء حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان قارب بينك وبين اللي حواليك وجهات النظر بشكل جيد ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء صديق أو اتصال صديق وفي منكو ممكن إنه يستاء من تصرف أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء تقريبا جيدة يعني ما فيه أي شيء بيخوف بالعكس يعني اليوم تقدروا تنجزوا أعمالكو بعطيكو طاقة لإنجاز الأعمال عندكو رغبة اليوم بإنجاز بعض الأمور اللي لها علاقة بالعمل المنزلي بتهتموا فيه فيه منكو رح يهتم ببعض الشؤون الصحية زي مراجعة طبية أو علاج دوري أو أشياء من هذا القبيل برضو الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية لإلكم ببلش الأجواء تتحسن خصوصا الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة أو مرضى بالفترة الحالية بيحسوا أن الأجواء ببلشت تتخذ إجراء تصاعد بالاتجاه تحسن الصحي ممكن تقلقوا بشأن وضع صحي لأحد الأشخاص أو لأحد الأصدقاء أو لأحد المعارف هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء